نفذت إسرائيل أكبر عملية خرق ضد حزب الله عبر تفجير أجهزة البيجرز لعناصره كيف صار التفجير؟ رح نخبركن قبل كم شهر استلم حزب الله شحنة بيجرز من نوع AR-924 ووزعها على عناصره وموظفين بمؤسساته أجهزة الشحنة الأخيرة انفجرت كلها مبارح بنفس الوقت وبأماكن مختلفة بجنوب لبنان والضاحي وبالبقاع وحتى بسوريا قبل ما تنفجر أصدرت الأجهزة أصوات لكم ثانية وتلقت رسالة حفزت عملية التفجير بدل طريقة التفجير ونوع الإصابات أنه تم تفخيخ هيد الأجهزة بوضع عبوات جواتها من 20 ل40 جرام للمتفجرات يعني اشتغلت إسرائيل على هيد العملية وحضرتها من أشهر لتوصل الشحنة للحزب وتتوزع الأجهزة وتتحول لعبوات صغيرة من تشري بين الناس بيبقى اللغز مين الشركة اللي ورا الشحنة انطلبت الشحنة من شركة جولد أبولو بتايوان بس الشركة أكدت أنه سمحت لشركة تانية بهانجاريا بتصنيعها وتسليمها هي شركة بي اي سي كونسلتنت الموقع الإلكتروني لهيد الشركة تسكر وعنده عنوان ببودابست اسمه مسجل عليه على ورقة اي فور مديرة الشركة كريستيانا بارسوني أرسي دياكونو أكدت لان بي سي أنه ما بتصنع أجهزة وهي مجرد شركة وسيطة ومن دون ما تكشف مين الشركة يلي صنعت الأجهزة وفخ خطة قبل تسليمها لحزب الله اشتركوا في القناة